أكدت وزارة النقل أن المشاريع المدرجة ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير ستوفر بين 10 و 15 ألف فرصة لعمل للعاطلين قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسين الخفاج في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن الميناء سيفتح أبواب التشغيل لآلاف العاطلين قريبا لكونه من المشاريع الكبيرة والعملاقة وأضاف الخفاج أنه تم تشكيل وحدة لمتابعة العملة المحلية تابعة لهيئة المشروع تعنى بالإشراف على آلية تشغيل العملة